في تصريح خاص أدل به لفضائية ترك منيلا أكد سفير الجمهورية التركية في بغداد فاتح يلدس سعيهم لافتتاح ممثليات لتركيا في أربع محافظات عراقية نافتا إلى أنهم يعملون منذ نحو ثمانية أشهر من أجل إعادة افتتاح القنصلية التركية في البصرة جنوبي العراق إلى جانب سعيهم لإعادة افتتاح القنصلية التركية في الموصل بعد استحصال الموافقات الرسمية من الحكومة العراقية وذلك من أجل تحقيق التوازن في التمثيل بين شمال العراق وجنوبه كما نوها بأن تركيا قدمت أيضا طلبات إلى الحكومة العراقية من أجل افتتاح قنصلية في النجف وكاركوك حيث أن النجف تمثل أيضا جنوب العراق فيما أن كاركوك تمثل كل العراقيين لوجود مختلف المكونات فيها وحول افتتاح مكتب لمنح تأشيرة السفر أو الفيزا التركية في مدينة كاركوك أوضح السفير التركي في بغداد فاتح يلدز أن مكتب منح الفيزا التركية سيتم افتتاحه في كاركوك قريبا وهو لا يعتبر جزءا من الممثليات التركية الرسمية في العراق بل هو مقر عائد لشركة أهلية تعمل باسم السفارة التركية من أجل تسهيل مهمة حصول المواطنين من أهل كاركوك على الفيزا التركية معربا عن سعادته بالترحيب الكبير الذي حظي به افتتاح مكتب منح الفيزا خصوصا من قبل المواطنين التركمان في كاركوك لافتا إلى أن افتتاح مكتب منح الفيزا التركية في كاركوك هو خدمة تقدمها السفارة التركية لكل أبناء كاركوك بمختلف مكوناتهم من التركمان والعرب والكورد والمسيحيين وغيرهم نافتا إلى أن افتتاح مكتب منح الفيزا التركية بشكل رسميا سيتم خلال الأيام المقبلة